عشر أفكار حياتية يجب أن تعرفها أولاً أعداد جبنة مقلية في التوستر عشر أفكار التي سنعرضها هذه النقطة مختلفة حقاً سندويتشات الجبنة المقلية جهية حقاً ولكن طهوها يعد أمراً صعباً ولكن لو كنت تمتلك التوستر يمكنك عملها بكل سهولة قم بقلب التوستر على جانبه وضع الخبز وعليه الجبنة داخله عندما ينتهي وقت التحميص ستحصل على جبن مقلي من دون أن ينقلب من على الخبز ثانياً صندوق الغسيل مناسب لحوض الاستحمام الأطفال يعشقون اللعب بألعابهم في حوض الاستحمام المشكلة الوحيدة أن الألعاب من الممكن أن تطفو بعيداً عن طفلك وإذا حاولت طفو وراءها قد ينزلق أسفل الماء أو قد ترتطم رأسه بحوض الاستحمام لمنع حدوث ذلك ضع سنجق غسيل في المسبح وأجلس طفلك بداخله الألعاب ستظل دائماً صندوق الغسيل ولن تضطر إلى القلق حول طفلك أو أن ينزلق تحت الماء ثالثاً حل مؤقت لو لم تكن تمتلك حجم البطاريات المناسب لا شيء أكثر أحباطاً من حاجتك لتغيير بطارية جهاز التحكم عن بعد ولكن تكتشف أنك لا تمتلك المقاس المناسب حسناً هناك طريقة تساعدك بصورة مؤقتة على حل المشكلة حسناً لو كانت لديك بطارية صغيرة وتحتاج لأخرى أكبر يمكنك فقط أن تضع بعض أوراق الألمونيوم لتثبيت البطارية في مكانها هذا حل مؤقت حتى تشتري بطاريات جديدة رابعاً أخفي أموالك بينما تسافر لو كنت مسافراً وتمت سرقة محفظتك لن تستطيع الوصول إلى بطاقات الاعتمان والأموال وهو ما قد يفسد رحلتك حقاً قبل رحيلك من الأفضل أن تخفي بعض أموال الطوارئ وأفضل مكان لإخفائه هي داخل أنبوب طلاء الشفاء ببساطة إنزع الطلاء خامساً حماية متعلقاتك في لوتوبيس أو القطار لو كنت ستركب لوتوبيس أو القطار لفترة طويلة فقد تغفو إذا حدث هذا الأمر يجب أن تتأكد من أن متعلقاتك في أمان وهنا يمكنك أن تلف حقبتك جيداً حول كاحلك وهو ما سيجعل محاولة صاريقتها مستحيلاً لأنك وقتها ستستيقظ قبل أن ينجح اللص في الفرار بها سابعاً تخلص بسهولة من الفشار الغير ناضج عند طهو الفشار في الحقيبة داخل المايكرو ويف من المعتاد أن تجد بعض الحبيبات في القاع غير ناضجة لو رغبت في عدم سقوط هذه الحبيبات في الوعاء افتح الكيس فتحة صغيرة وهو ما سيساعدك على التخلص من الحبيبات الغير ناضجة بينما تظل الناضجة داخل الحقيبة ثامناً لا مزيد من حوادث التلق بالمطرقة لا شيء أسوأ من الضرب بالمطرقة على إبهامك بينما تحاول تثبيت مسمار في الحائط فهنا يمكنك أن تؤذي نفسك حقاً لو كنت تريد منع ذلك من الحدوث فكل ما تحتاج إليه هو مشبك ملابس ثبت المسار في المشبك بهذه الطريقة بدلاً من يديك وهو ما سيحمي يديك تاسعاً التخلص من تجعوذ الملابس بالبخار لو كنت تكره الملابس أو ببساطة لا تمتلك مكوات يمكنك التخلص من تجعوذ الملابس باستخدام وعاء من الماء المغلي قم بغلي ماء في وعاء ثم علق قميسك فوقه بالبخار نتج عن الغليان سيعمل على فرد ملابسك عاشراً شحن ذاكرة البيانات لو كنت تريد لذاكرة بياناتك أن تمتلك مصدر الكهرباء الخاص بها قم بتوصيلها بشاحن الهاتف هل لحظنا من قبل وجود USB مدفون في الحوائط؟ يمكنك ببساطة أن تصلها في حاسوبك لتنشئ شبكة إنترنت مشتركة في الأماكن العامة اشترك من أجل المزيد إذا أعجبك الفيديو لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتوصل بجديد الفيديوهات اشتركوا في القناة